سندوق الدنيا كائن سندوق الدنيا في كائن تاني مستطيل سندوق الدنيا أصلا تحركت موجودة زمان قبل الثلاثينات قبل الثلاثينات في حال كتير فكرته بسيطة جدا هناك خروم علبة كبيرة خشب كل خروم يسمى شخص واحد يتفرج داخل و أطفالهم يتفرج بيحصل داخل هناك شريط يلف ومن وره صاحب الصندوق يتحدث القصص التي تحصل على الصور المشروع الصندوق العجب هو إعادة بناء لصندوق الدنيا القديم بس بتخنيات جديدة ومختلفة وأفكار مختلفة وإحنا كنا مجموعة 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 وعما يبدس التصميم كان محمد حسن بمانوال مرسي وكان عندنا الفنانين البصريين اللي هما أنا ويوسف فالتس والموسيقيين اللي هما كانوا بيعملين مسيكة وشادي شادي وعبدالله بذكري وكان عندنا الحكائين اللي هما كانوا بيجمع بصص ومعهم شادي اشترك معنا في الموضوع دوت اللي هما ليلى سامي وآحمد بن صطفا فدولة الفنانين كانوا مشتركين في المشروع وياسمين أعمة حاجة اللي كانت مع المعمارين ومع الفيجولز كانت هي المسكة الجوزة التقني ما عرفش اش راح يا ياسمين عشان انتراكتف في الموضوع صاحبت الفكرة صاحبت الفكرة عايدة الكاشف من الاول اتفقنا عادي فيه صندوقين واحد عادي شكله او الفن اللي جوا عادي شكل تقديدي اكتر والتاني عادي حاجة فن واصر اكتر اتفقنا على ايه كل الحكايات تبقى جاية من الشارع من سوئين التاكسي والتاكسي اتفقنا شوية كمان النوع من التكنيكس اللي عايزين استعمالها طبعا لست بكل التكنيكس اللي ممكن تتعامل جواة صندوق داين واتفقنا ان كل قصة تبقى مش طويلة يعني خمس داين مكسم وان كل صندوق مبقاش فيه اكتر من اربع قصص والصندوق لازم يتفكر يتركب لازم يتفكر يتركب لازم يتحرك بسهولة يتحرك بسهولة وحاجات عشان تلفع في الشارع كان جزء من الفكرة كمان احنا هننزل الشارع مغير تصريح نعم نعم بموافقات من جهاز الامن فده كان ده كان فارد فكرة انه لازم نتفكه ونحرقه ونحرقه بسرعة جدا عشان اذا حصل مشكلة ونفعش كمان كهرباء لازم كله بالبطارية اوه لازم تكررمت بشكلة تغيرة جدا اصعب كل حاجة لازم تبقى بتشتغل بالبطارية يعني مفيش اسلاك اللي وصلها بأي كهرباء فانت عمد فينا مشكلة وعمد لي يا سمين ازمة يعني يا سيزوت حسن مغداية ولفجعه بمزكه وفجعه بمزكه ودنه لأخوت جاي من هشع الشارع وماشي عده وهو تلع مقبول هو بطن الخوت الدنيا بالضبط وبطن الخوت وباره عم جراج كبير لكنه فيه عربيات كتيرة جدا مكان العربية ونزلت شوي عشان الجارية كان مضاليا وورا نزلت عاصل الهاتف الصندوق اللي وراء مضال كان الأسلوب مواجهة التقليدية عشان كده كمان يعني فكرنا الأركي تاكس ان يبقى من بره شكله معاصر جدا ومن جوا يبقى شكله تقليدي عكس الصندوق التاني ان كان من بره هيبقى شكله تقليدي شوية واتاخذ من عربية الكوشري أو عربية الأيس كريم ومن جوا بقى هيبقى مزدشة المعاصر ألي التكنيك اللي استخدمناه قررنا نحن نلعب بالكتاوت اللي هي المبسمات كده بنقصها من وراء ونلضمها بخيط والخيط دوت سيبقى الحكيين بيحركوا مع القصة بيحركوا الكتاوت دي بالخيوط الوراء وكل ده بقى كان لازم يتعمل كمان مع شغل ياسمين اللي هو هنعمل برجكشن مابنج على المبسمات دي هو برجكشن مابنج بس عشان كمان كل الكتاوت نفسها يعني الحجم مش كبير والبرجكشن مابنج بيشتغل بيها بالبرجكشن بنرسم حاجات من الكمبيوتر يعني الحكم من احنا نرسم على ايه بالزرط مثلا ناو عايزين فيه جبل مثلا الجبل الاصفر مش عايزين ننور الجبل نفسه مش عايزين اي حاجة تانية في الستيج بتاعنا يبان بعدين عندنا انميشن في الجبل وقت النين او عندنا لايك بورتكولز عندنا حاجات كتيرة كده كنا عايزين نبينها على القطر دي فاشان كده كنا محتاجين نعمل سيستم انه مثلا حاد هو شادي بالميسك الموضوع محتاجين سيستم انه اللامة اللامة اللي بفيه في الوقت دا قطعتها تدها وبرجكشن مابنج لازم تيجي في نفس الوقت في السين في حد ماسي في موضوع دا فدا كان شادي فيه سينسر واصل على الكميوتور بلا french او وفيه ريموت practicedyd ويندي حاجة معينةfectب Hans في نفس الوقت أحمد و ليلى اللي كانوا بيحكوا أثناء ما بيحكوا برضو كانوا بيشدوا حبال معينة في أوقات معينة حيث أنه وقت ما تظهر الكترات ديت أنا أكون دوست أريدي فيحصل عليها مختلفة يعني وهكذا فكان في شغل شغل لايض كان سهل أبداً مرتو يعني العروض نفسها كننا نعملي كمان اللايتينك نعمل ستاج باللد فعملين من ورا في تندا، فكرة ما هي حلأة اي تندا كده بتتلع برضو من وراها تيجمس بجلنيتتنا أهو وزوجت نعمل بقى بقى الهضن وقلق الهضن وصنسات وإفكت كده باللد العظيمة اللي جلل نعم فعملنا ستاج فعلا عملنا ستاج صغير يعني فعلاً بالكيوهات عاملين نحرك حاجات يعني عرايس الكتاوت بالريموت يعني فعلاً موضوع كأنني من عمل سات ديزاين نغير مع كل السين إدى السبب جا تتحول ما بيطلع دخل ويقطع في يدومه وقال إنه ريح الجبل من الجبل الأصفر يا جدع هم أحمد وليلة هم الحكاين هم الجمعوا قصص أصلاً في الأول ليلة جابت قصص من سواقين تاكسي بتركب يعني مع سواقين سألهم سألهم سأل معهم سألهم مع قصص يعني بحكلها فتساجل معهم وأحمد برضو عمل كده بس جاب كبان قصص من قهوة بتاع سواقين من قصات يعني فالقصص تطلع مستوحان من أحداث حيائية بس هي في الآخر خيالية جداً يعني بحطوطها في إطار فانتازي خالص ممكن أتكلم شوية على صندوق التاني ليه عملية تاريحة عملية كمانش هو معمول إنه مفهود اتنين يفرغوا بس فيه كذا دور ففيه دور فوق ودور بكاح تاني بعدين حتى للإيديه عشان الانتراكتب وكده بس إحنا كن عمليم كده عشان الستيج نفسه ويوسف فالتس هوا كنشغال على كل الانيميشنز والبديوهات وكده الجول صندوق وكانت الفاكرته يعني إنه يبقى فيه ساعات حاجات بتحصل فوق بعدين مثلاً تعوص البخور في وقت عان ننزل تحت المية فلازم هما كمان لازم تتفرق تنزل تحت وتتفرق تحت إيه بيحصل تحت المية كده كن عايزين الناس نفسها تنشي كده في الـ Man Stories ورسي بخور كنتيه Bubble Machine عايدة عامتنا Bubble Machine والانتراكتب حاجات كن معلولة باسمع كاميرا عندنا كاميرات بوه ونشوف الـ إحنا كنا بنستعمل الخياتم بس عشان النور جوه الإضاءة جوه لازم نخلي الحاجات جوه ضلما عشان الناس تقدر فرر بويس عشان كده استعملنا حطينا فعال خياتم قليديس خمرة فالحاجة هكذا بتنور العيال كبعا مبسوطين بيها بازي احنا كنا بنعمل عشان نشوف نعمل color tracking يعني ندور على حركة الخمرة أي حاجة خمرة تتخرج كده نعرف كيف حركة السمكة أو نعمل ايه في السينة التانية الطائف والأخذاء اللي ماني اللي هم عايزين يعملون هو يخلي يتاحر الناس ان هم يعرفوا يعملوا الصندوق يعني عندهم قدرة ان هم خطوات كده مكتوبة جوا ان هم عايزين يعملوا صندوق ده يزيد يعملوا السكرة فعلا انه يبقى اي حد تاني ممكن يعمل صندوق الدوني وهو مش صعب قوي وغالبا ممكن تعمل بتكلفة اقل وغالبا ممكن تعمل بشكل او صبت يعني بس كان مهم ان احنا نشارك تجربتنا يعني عشان متبقاش الاخر بس تجربة احنا عملناها وعملناها من المنتج فناس نشوف المنتج بس احنا انت اما انت اتعطت اتشارك 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 اشتركوا في القناة